الرئيس السيسي يتفقد مقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم بمناسبة شهر رمضان المعظم الرئيس السيسي يتبادل التهاني مع ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية مصر تدين مصادقة الكنسة الإسرائيلية على مشروع قانون يسمح بإعادة المستوطنات الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرانيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أهلا بحضراتكم قام الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر اليوم بزيارة تفاقدية لمقر أكاديمية الشرطة صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الأمورية موسيقى 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 تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى الخليفة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان جلالة ملك البحرين توجه بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم متمنيا لمصر والشعبين الشقيقين كل تقدم وازدهار من جانبه بادل الرئيس سيسي الملك او ملك البحرين التهنئة بهذه المناسبة دعينا الله ان يعيدها اعلى البلدين والشعبين الشقيقين والامة الاسلامية بالخير والبركات كما تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة مع اصحاب الجلالة والفخامة والسمو الملكي ورؤساء وامراء الدول العربية والاسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان معظم واعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي في برقيته لاشقائه لدعماء الدول العربية والاسلامية عن اصدق تهانيه القلبية واطيب تمنياته الاخوية بحلول الشهر الكريم دعينا الله تعالى ان يعيده عليهم وعلى شعوبهم الشقيقة بالخير واليمن والبركات وعلى جميع شعوب الامتين العربية والاسلامية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة الى مسلمي مصر بالخارج حول العالم بمناسبة حلول الشهر الفضيل دعينا الله ان يعيده على مصرنا الغالية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار هذا وطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة لحلول الشهر الكريم من كبار رجال الدولة عربوا خلالها عن أصدق تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بدوام التقدم والرقي والرخاء هناء فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي وملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية والشعب المصري الكريم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم دعا شيخ الأزهر في بيان له المسلمين حول العالم لاغتنام هذا الشهر الكريم في الطاعة والعبادة وفي صلة الأرحام ومديد العون للفقراء والمحتاجين ونبدأ كل أشكال الفرقة والخلافات وأن يرزق الله أمتنا العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء الأمنة والأمان والسلامة والاستقرار وأن يجنب عالمنا شرور الحرب والصراعات دعا أمين عام الأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش إلى استلهام قيم شهر رمضان لإقامة عالم أكثر عدلة وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة قال جوتاريش في رسالة تهنئة للمسلمين حول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل إن رسالة الأمم المتحدة تهدف أيضا إلى تعزيز الحوار ووحدة الصف والسلام وضف جوتاريش أن شهر رمضان شهر للتدبر والتعلم ويمثل وقتا نكتمه فيه بروح من التفاهم والرحمة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص مصر على تطوير ورفع كفاءة أداء الشركة القابدة للصناعات الكيموية والشركات التابعة لها وأشدد مدبولي خلال اجتماع لمتابعة نتائج أعمال الشركة القابدة للصناعات الكيموية على ضرورة تحقيق المستهدفات والنتائج المرجوة من أعمال الشركة فضلا عن العمل على إتاحة مدخلات ومستلزمات الإنتاج المطلوبة في مختلف المجالات وذلك بما يسهم في دعم وتوطين الصناعة المحلية وتمكين تلك الشركات من تشغيل مصانعها بكامل طاقتها الإنتاجية أدانت مصر مصادقة الكنسة الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة كان قد تم تفكيكها عام 2005 وشددت الخارجية في بيان لها على أن النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره غير قانوني وفاقد لأي شرعية وهو ما نؤكده أو تؤكدهم قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي وأضح البيان أن مثل هذه القرارات والتشريعات تعارق الجهود الجارية لتحقيق التهديئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتؤجج مشاعر الغضب لدى أبناء الشعب الفلسطيني وتزيد المناخ السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعقيدا كل يوم هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت العرب قادة وشعوبا بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس جامعة الدول العربية قال أبو الغيت في تغريدة له على موقع تواصل الاجتماعي تويتر قال إن الجامعة ستظل العنوان الأول والأهم لنا كعرب والمضلة التي تجمع دولنا لصالح الشعوب العربية وإنه مهما كانت الصعوبات فإنها لم تمنع الشعوب العربية من تطلعي إلى غد أفضل ومستقبل أكثر إشراقا أعلن الكريملين أنه لم يفاجأ برد الغرب بعد القمة الروسية الصينية وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف قال إن طبيعة رد فعل الدول الغربية غير ودي وعدائي على جميع القضايا على حد وصفه غادر الرئيس الصينية شيجينبينغ روسيا بعد زيارة لموسكو استغرقت ثلاثة أيام وقال شي لرئيس الروسي فلادمير بوتين لدى مغادرته أن هناك تغيرات لم تحدث منذ مائة عام مشيرا إلى أن البلدين قادرتان على قيادة هذه التغيرات وتعليقا على الاجتماع بين شيء وبوتين قال البيت الأبيض إن موقف الصين ليس محايد وحث بكين على الضغط على روسيا للانسحاب من الأراضي الخاضعة لسيادة أوكرانيا من أجل إنهاء أكبر صراع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كشيدا بمواصلة الدعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا وذلك خلال زيارة غير معلنة للعاصمة الأوكرانية كييف قبل قمة مجموعة السبعة التي تستضيفها بلاده في مايو المقبل وأوضح كشيدا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس أبلادمر زلنسكي قال فيه إنه وعد بتزويد أوكرانيا بمعدات غير مميتة بقيمة 30 مليون دولار من خلال صندوق حل في شمال الأطلسي الناتو وفي بيان مشترك تعهد كشيدا وزلنسكي بعدم ترك أي تجرائم حرب من الفضائع التي ارتكبت خلال الحرب دون عقاب مطالبين موسكو بسحب كل القوات من أوكرانيا فورا وبدون شروع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وعلى الصعيد الميداني صدت البحرية الروسية هجوما بمسيرات على ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم وأكد حاكم مدينة سيفاستوبول عدم وقع إصابات أو تعرض أي سفينة لأضرار مضيفا أن موجة الانفجار دمرت النوافذ في مباني مجاورة قال مسؤولون أوكرانيون إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب سبعة في ضربات لطائرات مسيرة روسية على العاصمة كييف أوضحت الإدارة العسكرية لمنطقة كييف أن دربات أصابت هدفا مدنيا في الوقت ذاته قال الجيش الأوكراني إنه أسقط 16 من أصل 21 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على أوكرانيا قالت المخابرات العسكرية البريطانية إن هناك احتمالا أن يكون الهجوم الروسي على بلدة بخموت يفقد الزخم المحدود الذي حصل عليه وأوضحت المخابرات العسكرية البريطانية أن هذا ربما يحدث بسبب إعادة نشر بعد وحدة وزارة الدفاع الروسية في قطاعات أخرى يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه القوات الأوكرانية أنها صدت محاولات روسية للتقدم إلى وسط مدينة بخموت الصغيرة في شرق البلاد نافى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي وجود تصعيد نووي في الحرب الأوكرانية وذلك بعد تنديد الرئيس الروسي فلادمر بوتن بخطة لندن لتسويد كييف بزخيرة تحتوي على اليورانيوم المخصب وقال إنه لا يوجد تصعيد نووي مشيرا إلى أن الدولة الوحيدة في العالم التي تتحدث عن قضايا نووية هي روسيا وأن الأمر يتعلق فقط بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها كانت روسيا قد أعلنت أن خطط بريطانيا لتزويد كييف بزخيرة اليورانيوم المستنفذ استفزاز يهدف إلى نقل الحرب في أوكرانيا إلى مرحلة جديدة من المواجهة وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زهاروفا إن تصريحات واشنطن ولندن بشأن الرغبة في السلام بأوكرانيا ورفاهية الشعب الأوكراني هي أكذيب لا أن هدفها الحقيقي هو تدمير أوكرانيا وأن الحرب بأوكرانيا تنتقل لمرحلة جديدة من المواجهة فيما كان الرئيس الصيني شي جينبينغ يواصل محادثاته مع نظيره روسي بوتين بشأن مبادرة بكين لوقف حرب أوكرانيا لم تهدأ جبهات القتال والضربات المتبادلة بين موسكو وكييف بل وصل الأمر إلى التهديد باستخدام أسلحة تحتوي على مكونات نووية فقد أسار إعلان بريطانيا عن خطتها لإرسال زخيرة تحتوي على اليورانيون المستنفذ لاستخدامها في أوكرانيا احتجاجا لدى روسيا في الوقت الذي حذر فيه خبراء عسكريون من تداعيات تلك الخطوة على مستقبل الصراع الراهن أتى ذلك بعدما كشفت وزيرة الدولة في وزارة الدفاع البريطانية أنابيل جولدي عن سعي بلادها لنقل زخيرة اليورانيوم المستنفذ إلى كييف ضمن قهودها لتوفير السرب من الدبابات القتالية شالينجر 2 إلى أوكرانيا بما في ذلك القذائف الخارقة للمدرعات وما إنجر الإعلان عن الخطوة البريطانية حتى هدد الرئيس الروسي بوتين بالرد في حال مضت لندن في خطتها فيما حذر وزير دفاعه سيرجي شويغو من صدام نووي محتمل بين موسكو والغرب وقال بوتين إن هذه الخطوة تنظر بتحول الغرب إلى تزويد كييف بأسلحة تحتوي على مكونات نووية إذا حصل ذلك ستكون روسيا مضطرة إلى الرد وتقول الأمم المتحدة إن اليورانيوم المستنفذ عبارة عن معدن سقيل سام وهو المنتج السنوي الرئيسي لعملية تخصيب اليورانيوم باعتباره المادة المتبقية على إسر إزالة معظم نظائر اليورانيوم الشديد للإشعاع لأغراض استخدامها كوقود نووي أو في الأسلحة النووية أعلنت روسيا تمديد خفض إنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو المقبل الخفض المعلن يمثل تراجعا بحوالي 5% مما تستخرجه روسيا يوميا حاليا والبالغ أكثر من 9.5 مليون برميل ردا على العقوبات الدولية التي تستهدف نفطها أعلنت روسيا تمديد خفض إنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو المقبل بعد أكثر من شهر على اتخاذها رئيس الوزراء المكلفة شؤون الطاقة أليكسندر نوفاك أكد أنه تماشيا مع الوضع الحالي للسوق فإن قرار الخفض الطوعي للإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا سيكون ساريا حتى يونيو 2023 نوفاك أوضح كذلك أن روسيا على وشك بلوغ مستوى التخفيض المستهدف المعلن في العاشر من فبراير ورغم سلسلة العقوبات الدولية التي تستهدف النفط الروسي سواء كان حضر أو تحديد سقف أسعار بيع الخام والمنتجات المكررة إلا أن الصين اشترت الكثير من النفط من موسكو منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا واستفادت بكين خصوصا من حسومات على الشراء لاقتصادها الذي يستهلك الكثير من الطاقة أما الخفض المعلن بحوالي 500 ألف برميل في اليوم فإنه يمثل تراجعا بحوالي 5% مما تستخرجه روسيا يوميا حاليا والبالغ أكثر من 9 ملايين وخمسمائة ألف برميل وحين صدر قرار موسكو الأساسي في فبراير رأى مراقبون للسوق النفطية فيه رغبة في رفع أسعار السوق لوقف انهيار عائدتها الذي قدر بنحو 42% لشهر يناير وذلك بحسب وكالة الطاقة الدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أكد صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع أوكرانيا بشأن حزمة تمويل مدتها 4 سنوات تبلغ قيمتها نحو 15.6 مليار دولار أوضح الصندوق أنه من المتوقع أن يساعد الاتفاق مع كياب تحقيق تمويل واسع النطاق لأوكرانيا من الجهات المانحة والشركاء الدوليين كما توقع الصندوق أن يتراوح التغيير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا للعام الحالي من سالب 3% إلى 1% كان الصندوق قاد غير قاعدة إجرائية الأسبوع الماضي لاستماح ببرامق قروض جديدة للبلدان التي تواجه درجة عالية من عدم اليقين دون تسمية أوكرانيا أفد مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا بارتفاع معدل التضخم في البلاد للمرة الأولى منذ أربعة أشهر وأوضح المكتب أن مؤشر أسعار المستهلك قفز إلى 10.4% خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بعشر فاصل واحد في المائة في الشهر السابقي عليه حيث استمرت أسعار الطاقة المرتفعة في الضغط على مزانيات الأسر تسارع التضخم السنوي في بريطانيا في فبراير الماضي على الرقم من جهود بنك إنجلترا لترويض أزمة غلاء المعيشة المتزايدة ووفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية فإن مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي ارتفع إلى 10.4% في فبراير الماضي ارتفاعا من 10.1% في يناير الماضي ومن المقرر أن يعلن بنك إنجلترا ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة في الاجتماع الحادي عشر على التوالي في الوقت الذي يشهد فيه القطاع المصرفي العالمي إطرابات حدة مع انهيار بنكين إقليميين في الولايات المتحدة وشراء بنك يو بي اس للعملاق السويسري المتعسر كريدي سويس التضخم في بريطانيا ما زال يلتهم زيادات الأجور مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستسني الطاقة والغذاء والتبغى ويراقبه بنك إنجلترا إلى 6.2% من 5.8% في يناير الماضي مقابل انخفاض متوقع إلى 5.7% فمعدل التضخم السنوي في قطاع الخدمات والذي يعتبره معظم صانع السياسة النقدية مقياسا مهما لضغوط الأسعار الأساسية في الاقتصاد ارتفع إلى 6.6% بعد أن بلغ 6% في يناير الماضي وكان وزير المال البريطاني جارمي هانتا قد توقع الأسبوع الماضي انخفاض التضخم من 10.7% في الربع الأخير من العام الماضي إلى 2.9% في نهاية العام الحالي ويتوقع انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 2.10% على أساس سنوي بسبب توترات متوقعة في الربع الأول من العام فقط قبل أن يتعافى خلال الفترة المتبقية من العام وفي الأعوام التالية بحسب المؤسسة الرسمية للتوقعات كما أكد وزير المال البريطاني أن بلاده ستتجنب حالة ركود هذا العام بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال ربعين متتاليين في الوقت نفسه تبلغ قيمة الإجراءات الحكومية التي أعلنها وزير المال البريطاني لمواجهة غلاء المعيشة على مدى عامين نحو 94 مليار جنيه استرليني أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوربي كريستين لاغارد أن التوترات الأخيرة التي تحيط بالقطاع المصرفي تطرح مخاطر جديدة تهدد الاقتصاد في وقت ما زال أمام البنك طريق يقطعه لمكافحة تضخم المرتفع أضافت لاغارد في منتدى فرانكفورت أن الاضطرابات المالية المرتبطة بإخفاقات بنوك عديدة مؤخرا خلقت مخاطر تنازلية جديدة للاقتصاد وأوضحت رئيسة البنك المركزي الأوربي أن سيناريو المؤسسة المتمثل بخفض تضخم إلى حوالي 2% في 2025 يظهر إذا تأكد أن هناك طريقا يجب المضي فيه لاحتواء ضغوط التضخمية قال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إن إصدار قانون التقاعد يجب أن يتم قبل نهاية العام وكافة الوسائل المطالبة بوقفه لن تجد وأضف ماكرون خلال حديثه المزاع عبر التلفزيون الفرنسي أنه لا يمكن قبول التمرد في الشارع ضد قانون التقاعد وأن هذا القانون ضروري لإنقاذ النظام بأكمله أشار ماكرون إلى أن بنود القانون لا تعجبه ولكنه يأتي من أجل المصلحة العامة وهما سيدفع السلطات الفرنسية إلى العمل على العودة للحياة الطبيعية في أسرع وقت حتى وإن استدعى الأمر انخفاض شعبيته انضمت أسهم الشركات المالية اليابانية لموجة صعود عالمية ودفعت المؤشر نيكاي للارتفاع بنسبة 1.9% محققا أكبر مكاسب خلال شهرين حتى مع ترقب المستثمرين لقرار السياسة النقدية من البنك المركزي الأمريكي في وقت لاحق اليوم ارتفع المؤشر نيكاي بنسبة بلغت 1.9% مسجلا أكبر زيادة منذ 18 يناير الماضي وزادت أسهم القطاع المالي بنسبة 2.6% ضل آداء على المؤشر العام بعد قطاع الطاقة الذي ارتفع مؤشره لـ 2.7% وصعد المؤشر توبيكس الأوسع نطاقا 1.7% ذكرت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت فيما يبدو عدة صواريخ كروز قبالت ساحلها الشرقي اليوم ولم يتضح حتى الآن عدد المقزوفات التي أطلقت حيث قالت يونهاب إنها قد تكون صواريخ كروز الاستراتيجية بعيدة المدى دائرة مفرغة تدور فيها شبه الجزيرة الكورية ما بين استفزاز واستفزاز مضاد ولا تكاد تسلم تلك المنطقة من التدخلات الغربية التي تؤجج لهب الخلاف بين شمالها وجنوبها لا سيما مع انتشار حوالي 28500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية وهو رقم يسير التساؤلات والقلاقل فقد قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن قواتها ستجري مع القوات الأمريكية أكبر منورات بالزخيرة الحية لهما على الإطلاق في يونيو مع استعراض للقوة أمام كوريا الشمالية التي زادت من حدة التوتر بإطلاقها العديد من الصواريخ وجاءت التدريبات جزءا من سلسلة من الفعاليات التي ستقام لإحياء الزكرى السبعين للتحالف بين البلدين هذا العام وتعتمد سياسة سول على ما سمته السلام من خلال القوة عن طريق إجراء يستند إلى قدرات الردع الاستراتيجية لديهما والموقف الدفاعي القوي المشترك وسط التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة لكوريا الشمالية وستظهر القوات المشتركة خلال التدريبات بالزخيرة الحية القدرات العسكرية الهائلة للتحالف وقدرته على الانتشار في نطاق لم يسبق له مسيل بحسب بيان لكوريا الجنوبية وعلى الشاطئ الآخر وقفت بيونج يانج ترقب في حذر لكنها لم تكتفي بمجرد المراقبة بل كسفت تجاربها العسكرية وصواريخها الباليستية وأجرت محاكاة لهجوم نووي مضاد على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها تعقبت تسعة طائرات عسكرية صينية وأربع سفن بحرية حول تايوان خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية كانت بكين قد أرسلت خلال مارس الحالي ثلاثمائة طائر عسكرية وثمانين سفينة بحرية حول تايوان ومنذ سبتمبر عشرين عشرين زادت الصين من استخدامها لتكتيكات المنطقة الرماضية من خلال إرسال طائرات بشكل روتيني إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية تعرف تكتيكات المنطقة الرماضية بأنها جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز رضع الدولة المستقرة والتأكيد على محاولة تحقيق الأهداف الأمنية لدولة ما دون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والكبير للقوة أعلنت الحكومة اليابانية أنها ستلغي أوامر الإجلاء في الأسبوع المقبل لأجزاء من بلدتين بالقرب من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة وذلك بعد 12 عاما من إجبار سكانها على المغادرة بسبب كارثة نووية في أعقاب الزلزال الهائل والتصنامي في مارس عشرين وأحد عشر وتؤثر التحركات القادمة على أحياء في المدينتين المصنفتين على أنهم قواعد إعادة أعمار وتنشيط بينما تظل المنطقة بأكملها منطقة يصعب العودة إليها ولا يستطيع السكان دخولها بسبب ارتفاع مستويات الإشعاع وعن أخبار بيروس كورونا أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لاستيطرة على الأمراض والوقاية منها أعلنت عن ارتفاع أعداد الإصابة بكورونا لتتخطى 13 ألف حالة بعد يومين من رفع الحكومة إلزامية ارتداء الكمامات في وسائل النقل العامة وأوضحت الوكالة أن البلاد سجلت 13 ألفا وإحدى وثمانين إصابة بكورونا ما يشمل 23 حالة قادمة من الخارج ليصل العدد الكلي للحالات إلى 30 مليون و728 ألفا وسبعة وخمسين إصابة أهلا بكم من جديد وإلى ملف حياة كريمة انطلقت فعليات القافلة الطبية المجانية بمنطقة عويشة في محافظة مطروح وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تضم هذه القافلة تخصصات الطبية المختلفة للكشف على أهالي المنطقة ولصرف العلاج لهم بالمجان بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي إلى أقرب مستشفى لإجراء العمليات الجراحية كما تضم القافلة إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط فضلا عن تنفيذ جلسات تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها الحقيقة المنطقة التي نحن فيها من أكثر المناطق احتياجا لمسل هذه القوافل نحن نغطي في القافلة العلاجية تخصصات مختلفة الأطفال والجراحة والعزام والأشعة والصرف الأدوية الفحوصات المطلوبة كمان بنعملها بنجوب جميع أرجاء المحافظة في القافلة كمان لو فيه أي شيء محتاج أي عيان محتاج إحالة لإجراء عمليات جراحية أو خلافه بتتم الإحالة لأقرب مستشفى خاصة بالمنطقة التي نحن فيها للمستشفى الإحالة كمان احنا بنعمل خطة للقوافل العلاجية على مستوى محافظة مطروح حوالي عشر قوافل شهريا بنجوب فيها مختلف الأماكن الصحراوية اللي الخدمة لا بتكونش متاحة فيها وموجودة فيها احنا النهاردة في تجمع واغلات عيوشة في قلب الصلاح رابي مطروح لتقديم خدمة طبية للأحالي احنا عندنا تخصصات من الأطفال والبطنة والنساء والجراحة وتنظيم الأسرة والأمف والوزن استشارين في جمع المجالات عندنا صدليل الصرف العلاج مجانا عندنا معمل لعمل الفحوصات اللازمة عندنا عيات الأشعة في حال احتياج المريض لتدخل جراحي أو أي جراقر متوفر بالقافلة تم التنسيق له لتحويله إلى الأقرب المستشفى طبعا القافلة ضمن مبادرة حياة كريمة للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر فقرا والمحرومة من الخدمة شاركت مؤسسة حياة كريمة في قافلة طبية تخصص طب الأسنان في محافظة الجيزة نظمتها كلية طب أسنان جامعة القاهرة للكشف والعلاج في تخصصات الأسنان المختلفة وقامت القافلة بجالسات توعوية مقدمة من أطباء الأسنان للأطفال للمحافظة والعناية بأسنانهم والتوعية بمخاطر التسوس والطريقة الصحيحة لغسل الأسنان عن طريق نشاط تلوين وذلك على تطبيق لكيفية غسل الأسنان والمحافظة عليها استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال هذا اللقاء أكد الفريق أسامة ربيع أن الموقع الجغرافي المتميز لقناة السويس يمنح المنطقة الاقتصادية فرصا واعدة لتصبح منصة تنموية مستقبلية تستهدف تحقيق الاستفادة المثلة من حجم البضائع الضخم المار عبر قناة السويس من خلال بنية متكاملة تضم ستة موانئ فضلا عن مناطق صناعية ولوجستية قائمة على الصناعات التكملية وخدمات القيمة المضافة من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن تشغيل خدمات تموين السفن خلال شهر إبريل سيحقق نقلة نوعية في الخدمات اللوجستية المقدمة من خلال المنطقة الاقتصادية هو ما سينعكس وبصورة كبيرة على دعم السياسات التسويقية لقناة السويس بصورة عامة شدد وزير البترول طارق الملة على تعقيق انتاج منجم السكري 5.2 مليون أقية وذلك منذ بدي الانتاج وحتى نهاية فبراير الماضي والتي تقدر إيراداتها بحوالي 7.5 مليار دولار مشيرا إلى أن قدراته المتوقعة ستحقق المزيد في ظل الاستثمارات ونشاط الاستكشافي المكثفي به وأضح الملة خلال الجولة التفقدية بمنجم السكري بالصحراء الشرقية أن تنامي أنشطة البحث والاستكشاف بمناطق مصر التعدينية في ظل دخول شركات تعدينية عالمية للسوق المصري من خلال المزيدات المطروحة يثري هذا النشاط بخبرات وتقنيات متنوعة وأضف الوزير أنه تم بدء تشغيل الانتاج التجاري للذهب من موقع إيقاط بجنوب مصر مضيفا أن هذه النتائج تحمل الكثير من الدلالات والمؤشرات الهامة على أن الاستثمار التعديني بمصر في الطريق الصحيح أكد وزير البترولة طارق الملة أن تطوير معمل مرسى علام وكد تطوير المعامل ومركز التعدين التابعة للهيئة يأتي ضمن برنامج يشتمل على تطوير ورفع كفاءة العاملين والمباني وتأتيتها بالتقنيات والمعدات الحديثة لمواكبة وتحقيق أهداف استراتيجية تعظيم واستغلال الثروات التعدينية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي جاء ذلك خلال افتتاح وزير البترول لمعمل مرسى علام الذي يعد أحد المعامل الحقلية تابعة للإدارة المركزية للمعامل بهيئة الثروة المعدنية وتفقد الوزير وحدات المعمل التي تضم وحدتي التحليل الدري والناري فضلا عن غرفة الموازين وتجهيز العينات والمكتبة العلمية ووجه بالإسراع بربط المعمل بالمعامل المركزية بالتقني عقد مؤتمر تعزيز الحياد التنافسي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم السياسات المنافسة والحياد التنافسي ونظم المؤتمر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك بحضور رؤساء الأجهزة القطاعية وممثل الجهات الإدارية بالدولة ورؤساء اللجان الاقتصادية بالبرلمان وممثلي مجتمع الأعمال هو مؤتمر مش بس مصري وهو مؤتمر دوري احنا بنقول ان الدورة المصرية هو طبقا لاخر اصدار وثيقة أبريكية الدورة مهتمية جدا بمسألة الحياد التنافسي لان الحياد التنافسي ومنع السياسات الاحتكارية شيء مهم جدا لزيادة الانتاجية وتحفيز القطاع الخاص في الدخول في الاستثمار ومش بس طبعا القطاع الخاص المصري وكمان الاستثمارات المصرية استثمارات المصرية والاستثمارات الأجنبية فهذا المؤتمر مؤتمر هم جدا هدف المؤتمر هو خلق وعي للمجتمع الأعمال والجهات الإدارية بالدولة بشكل عام على مبادئ الحياد التنافسي وستراتيجية الدولة المصرية للحياد التنافسي 2022 والتي تم اطلاقها وفقا لإستراتيجية جهاز حماية المنافسة وهنا يمكن النهاردة بنشوف المؤتمر الأول لهذه الاستراتيجية واللي احنا بمقتضاء بنشوف تطبيق بنخلق وعي إضافي لمجتمع الأعمال مدخل هذا المؤتمر أو عنوانه هو الحياد التنافسي يعني حرية المنافسة داخل السوق المصري المنافسة الحرة أو الحياد التنافسي معناها حرية المنافسة بين كل اللاعبين في القطاع سواء أجهزة حكومية أو قطاع خاص مستثمر أجنبي أو مستثمر محلي وقلنا أنه أكدت استراتيجية الدولة في هذا السياق أنه الحياد التنافسية عنصر وركن أساسي لتحفيز الاستثمار المباشر أنا بعتبر أن هذا قانون الحياد التنافسي إن شاء الله يا قريب اللايحة التنفيذية تنزل بتاعته يعني ده من أهم القوانين اللي هي بعتبرها نقلة إيجابية جدا للإقتصاد المصري في المرحلة القادمة لأنه ده بيخلق المساواة بين جميع القطاعات التي تعمل في إقتصاد المصري وكات حكومة قطاع مال قطاع خاص تقدم الشركة المتحدة هذا العام الموسم الثاني من مسلسل الرسوم المتحركة يحيى وكنوز حيث يستعرض المسلسل مجموعة من المغامرات المتنوعة في العصر الحديث والعالم القديم ويناقش وسير ملوك أو سير ملوك مصر القديمة في إطار درامي مشوق كما تقدم المتحدة مشروعا جديدا هذا العام هو استيكتشاب غنائية بعنوان الربابة مصري حيث تقدم موضوعات عصرية وتتناول مشروعات قومية عديدة بطريقة الغناء الفلكلوري على الربابة حنقل ونخلني عربا مصري الأصيلة ومحسنها وإحنا ولدها وحسنها حنزور مجامك يا حسنة حنقل ونخلني عربا واو هل جميل ده؟ أنا سريع إحنا نجحنا أنا هوريكم يا سكان المحمية أنت مكنتش عايز ترجع للعالم القديم تاني لازم ترجع تاني يا لحية نقطة الأول اللي عندك مع أودي كنز تثبت يا حراص ينهرئس وتمسكوهم كنوز قررت الهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية المشاركة في مبادرات كتف في كتف وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل أهلي التنموي من خلال تنفيذ خطة عمل في إطار زمني يتناسب مع الاحتياجات العاجلة في شهر رمضان المبارك وأضافت الهيئة أنها تستهدف العمل في 12 محافظة والوصول إلى قرابة 150 ألف مواطن من أهالينا الأكثر استحقاقا حيث تنفذ خطة العمل المستمرة خلال العام وذلك بالإضافة إلى الأنشطة والبرامج التي تقوم بها بشكل دوري على أن يتم الاستناد على قواعد بيانات منقحة لمنع تكرار وازدواجية الخدمات وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين المستحقين تواصل معارض أهلاً لرمضان المنتشر في أنحاء محافظة دميات تواصل تقديم وبيع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل نسبتها من 30 إلى 40% وذلك بالتعاون مع مدرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية تتضمن المعارض سلعاً غذائية وخضروات وفواكه وأسماك ولحوم ومنظفات إلى جانب القسم الخاص بالمجلس القومي للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص في المحافظة ويتضمن المعارض أشغالاً يدوية ومفروشات ومجمدات من إنتاج سيدات المدينة وفرنا جميع السلع اليميش المكسرات الطمور بأسعار مخفضة والجودة عليها بيجعل بأن فيه لحوم سوداني والحوم بلدي وضغط صلحة المواطنة الضبياظي وإحنا بنعمل كده أصدر من صلحة المواطنة بصلاح الشعب الضبياظي بأساسي أنه يبقى فيه كل حاجة موجودة في المتداول بأسعار مخفضة والجودة عليها بالله المعارض هي موفر كل حاجة وأسعار كويسة عن السوق إحنا طبعاً نجينا هنا والأسرة على أساس برضو نشتري نشوف الحاجات والإن الحاجات يعني الحمد لله كويسة وأسعار يعني في المتداول جبت بلح وجبت تين وجبت أمر الدين وإن شاء الله يعني الحاجة هنا أسعار كويسة يعني تنتشر في كافة أنحاء المحافظات شوادر بيع الفوانيس التي تعد أحد أبرز مظاهر شهر رمضان الكريم المزيد في سياق التقرير التالي نتابع مع حضراتكم بأنامل مبدعة وطراث تتوارثه الأجيال يحافظ صانع البهجة من صناع فوانيس رمضان على أحد أبرز مظاهر الشهر الكريم فانوس رمضان بكل محافظات الجمهورية وأحيائها تنتشر شوادر بيع الفوانيس تلك الفوانيس التي تدخل البهجة والسرور على قلوب الجميع صغاراً وكباراً بإحدى شوادر بيع الفوانيس بمحافظة بن سويف تتواجد الفوانيس بمختلف أشكالها وأحجامها وأنواعها المختلفة ابتهاجاً بشهر رمضان الكريم إحنا أساس الفوانيس الفوانيس قبنع جداً شغال فيه أديل أربعين سنة كل سنة هنا أشتري طلبات رمضان للعيال عشان هنا مكان قويس كل صنع عنكم طيبين تعودنا كل سنة أنه لازم ننزل نشتري حاجة بشهر رمضان نعمل زينة في بيتنا في مكاننا في مكان العمل في مكان شغلنا أشكال وأنواع الفوانيس تنوعت ما بين الصناعة المحلية والمستورد حيث الأنوار المبهجة وأشكالها المختلفة ملأت أرجاء المكان واصطحالة من الفرحة والسعادة عمت وجوها الجميع اتعلمت الخرص من على النت وأخذت كورسات عشان أطور نفسي رمضان السنة دي بتدت بأشكال جديدة للفوانيس للأطفال سبونش بوب كيتي سبايدر مان عملت مجسمات لفطوطة وبكار بوجو طمطم دايستي ويزو الفوانيس الصغيرة بتاخد مني شغل حوالي ساعة ساعة ونص الأكبر شوية من ساعتين لتلات ساعات ناشروا البهجة من محترفي صناعة الفوانيس لا يقفون عند صناعة الفوانيس ذات الحجم العادية بل يتفننون في أحجامها وأشكالها ففي محافظة أسيوت اعتاد المهندس إسماعيل صابر وفريق عمله على تصميم الفوانيس الضخمة والتي يصل ارتفعها لنحو ستة أمطار هواية تحولت لمهنة غير لأجلها مصار حياته العملية تاركا عمله الحكومي ليتجه نحو العمل الحر في مجال الديكورات ومنها تصميم الفوانيس كان عندي الأول هواية بتاعت تصميم وتنفيذ المجسمات الخشبية وبعد كده ابتدت أنتقل من هواية بيئة حرفة كونت فريق عمل من مصممين ومنفزين دربتهم وكانوا بيعملوا معايا في نفس المجال فكرة الفانوس الكبير جات لنا أننا كنا عميزين نعمل حاجة كبيرة ومميزة صرشت على النت على أن أنا أشوف أكبر فانوس خشبي على مستوى العالم لقيت أن أغلب المقاسات بتبقى صغيرة لا يوجد حاجة تعدد التلاتة أربعة متر فإحنا عملنا أربعة متر لأكبر مسجد في أسيوت ومن أقصى الصعيد في أسيوت إلى محافظة الإسماعيلية سيطرت أيضا أجواء شهر رمضان الكريم على منطقة المحطة الجديدة أقدم شوارع المحافظة السنة دي عندنا فوانيس كويسة عندنا فوانيس بتبدأ من أول خمسة جنيه لحد مالة نهاية إحنا شغالين طبعا بالمنطق بتاعنا منطق المصري إحنا عندنا فوانيس تبدأ من خمستاشر جنيه عندنا فوانيس تبدأ من خمستاشر جنيه حيث لو عايز تبص عليها برضو وتشوفها عندنا فوانيس تبدأ من خمستاشر جنيه وفي حاجة بتبدأ من عشرين جنيه وفي حاجة بتبدأ من خمسة تلاتين جنيه أكثر من 30 شاك عندنا جميع أنواع الفوانيس معمولة في قلب مصر هنا من أول 40، 45، 50، 55، 60 بالنسبة الشرع مكة بيسموه في سماعليه هنا شرع البهجة لأن أنت بتلاقي البهجة بتاعت رمضان زي ما حضرك شايف كده الأنوار والفوانيس والحاجات الحلوة اللي بتفرح الناس شراء فانوس رمضان عادة توارثها المصريون منذ القدم لتكون أحد أهم مظاهر الشهر الكريم في العالم الإسلامي فهو جزء لا يتجزأ من احتفالات ليالي رمضان وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا إلى عنوينها رئيس السيسي يتفقد مقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم بمناسبة شهر رمضان الكريم الرئيس السيسي يتبادل التهاني مع ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية مصر تدين مصدقة الكنسة الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بإعادة المستوطنات انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري كل عام حضراتكم بخير إلى لقاء اشتركوا في القناة